التطبيق في أول أكتوبر تنبيه مهم من التموين بشأن صرف الخبز المدعم للمواطنين أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام معكم مصطفى بشير إنهارده إن شاء الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية موضوع النهارده إن شاء الله حيتكلم على الرسائل التي تم إرسالها من وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين بخصوص تنبيههم من أول أكتوبر على القرار اللي إحنا هنعرف تفاصيله بعد قليل طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع من ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بس رسائل توعية للمواطنين من خلال بون صرف الخبز والمقرارات التموينية بأنه سيتم صرف الخبز بداية من 1 أكتوبر المقبل من المحافظة الصادر منها البطاقة فقط كان قطاع الرقابة على المخابض والمطاحن قد أصدر توصيات خلال جلسته الأخيرة بحضور مدير مدريات التموين بالقاهرة والقليوبية ومسؤول مدير التموين بالجيزة ومسؤول شركة اسمار وانتهى الاجتماع حسب منشور حصل عليه مصراوي على ثلاث توصيات مهمة أولها اعتبارا من محافظة القاهرة الكبرى السلاسة المحافظات الكبرى السلاسة القاهرة والجيزة والقليوبية محافظات منفصلة وكل محافظة تعد نطاقا جغرافيا مستقلا حيث تصرف بطاقة المحافظة من ميكينات نفس المحافظة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021 على أن تقوم مزارة الانتاج الحربي بالتمصيق مع شركة اسمار بإرسال رسائل إلى كل مواطني على بون صرف الخبز محافظات القاهرة الكبرى وتوعية المواطنين بالإجراءات الجديدة للصرف كان المواطنين بالمحافظات السلاسة يصرفون الخبز باعتبارهم نطاقا إقليميا واحدا كمحافظة واحدة ويستطيع المواطن الذي يحمل إقامة القاهرة الصرف من القليوبية أو الجزء أو العكس مثلا طيب كانت اللجنة قد اجتمعت فيه السابق وأرسلت مذكرة إلى مكتب وزارة الانتاج الحربي رقم 15621 لسنة 2021 بشأن المرور على بعض المخابزة البلدية بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وتضمنت المذكرة الموافقة على إخطار شركة تطبيقات الكروت الزكية سمارت بأعتبارها أن كانت محافظة من محافظات القاهرة الكبرى تمثل نطاقا جغورفيا مستقلا حيث تصرف بطاقات المحافظة من ميكنات نفس المحافظة فقط ما عاد المناطق المتاخمة بين المحافظة السلاس وهي على سبيل المثال الخصوص والمرج فيتم السماح لجميع البطاقات بالصرف من المناطق المتاخمة وقد وافق الوزير على تلك المذكرة طيب وذي رسالة من الرسائل التي تبعتها شركة سمارت التابعة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بدقول سوف يتم صرف الخبز من المحافظة الصادر منها البطاقة فقط اعتبارا من 11.2021 شكرا لحسن استماعكم لا ننساش نعمل اشتراك في القناة لو تشاهدنا لأول مرة كان معكم مصطفى بشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته